انا اخذ الاخر دايرة عندي في الان كنترول دي هي مين هي الكاباستف فلتر. عندي اللوت عندي بيكون الريزيستر عادي وعندي حط طيان الكاباستف فلتر. تمام? او كاباستر ايه? عالتوازن مع اللوت. طيب ايه الفايدة من الكاباستف فلتر? هو في الحقيقة انا لما عملت تقويم. التقويم ده كان نصف موجه هنا. الاوتبت اللي طالع. هل كونو سطنت ولا فيه برياشن? فيه برياشن. بسيط. ده بيتغير بشكل صيدة لو مره بصيف. تمام? انا احنا بنقوله هو صح? لان تمام? في اتجاه واحد. لكن هل الشدة بتاعتها سابتة? المقدار بتاعه سابت? لا. لا ده متغير الشدة. انا في الحقيقة لما نقول انا عاوز نحاول من انا في الغالب ما بيكون قصد على اتجاه فقط. لانا بيكون قصد عاوز مين? وعاوز اه في عاوز يكون مقدار سابت. كونو سطنت. تمام? فازاي نحصل على مقدار سابت او كونو سطنت? هو ده عن طريق الفلتر ده. الفلتر ده بيلاش مين? بيلاش الهارمونيكس. تمام? انتو من من شوية لما حللنا اللي جينا عبارة عن مجموعة دي سي زائد مجموعة من مية. من الهارمونيكس. اللي لسه عامناها من شوية في كان فيه جزء دي سي افريج وجزء ايه هارمونيكس دي. فاحنا هو ده نحط نحط الفلتر. الفلتر ده بيضيع التردادات ايه اللي هي العالية? او بيعمل فبمعنى لو انا عندي هنا كان الهارمونيكس يطلع الجزء الفلتر فقط. وهنا بصفر وضعت كده بصفر. لما يتحط المكسف اللي بيحصل كالتالي. لما المصدر يبدأ يزيد تدريجية. الضيط هيشتغل في نص الفترة الموجهة بيكون في رورد بايزو المكسف بيحصل له ايه? بيبدأ يشحن. بيشحن بنفس مقدار مين? بمقدار المصدر. لحد ما المصدر يعمل ايه? يبدأ يجيل. لما المصدر يبدأ يجيل. لو الساعة بتاعة المكسف كبيرة شوية. تمام? فقال لك ان المصدر هنا ايه? بدأ يجيل بريت اعلى من مية. من الريت بتاع ايه? بتاع الكباستر. الله اه اه تمام. عن المكسف. وبالتالي اللحظة ان الجهد بتاع المكسف في لحظة معينة هنا هلا جيب يجي اعلى من جهد مية. اه? المصدر. اعلى من جهد المصدر. اه? الكباستر هنا راح يشحن لغاية مش لحد الفترة الاولى اللي هي الفترة الموجبة من الضيط. ايوة من ها بص على انا الموس واجف فين اهو? انا لسه في الفترة الموجبة. واحدة واحدة. واحدة واحدة. انا واجف عنده النقطة دي اللي بيتطور على هالساحل. اللي هي الفي سيتا. فين عند النقطة دي? عند عند النقطة دي دلوقتي قلنا للمكسف شحن. طيب. فهنا عند 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 لحظة معينة هنا. قلنا المكسف هيشحن لحد البيك. فبيبدأ المصدر بعد كده بعد ما اصل بك المصدر يبدأ يجيل. لكن المكسف مش هيجيل مرة واحدة لان ايه الساعة بتاعته كبيرة. مخزنة شحنات كتيرة خالص. فالريت بتاعه اقل من الفريتة اللي بيجيل بين مصدر. يبقى اللحظم لاجه ان الجهد اللي على الكبسر بيبقى اعلى من مين? من جهد على المصدر. ايه اللي يحصل للضايض له? هيكون ايه? هيكون تمام? حال. ويبدأ ويبدأ المكسف خلاص ويبدأ المكسف يفرغ في مين? هو المصدر هو المصدر بتاع الجهد بتاع لوت. تمام? ويبدأ الجهد اللي على الاوت بيبدأ يجيل تدريجية. شايفين اللي هو اللي باللون لازرق? ده انا ملاونا لكم باللون لازرق ده الجهد اللي في اوت. صحيح. طبعا. بعد كده بيبدأ. المكسف ايه الحاجة يشحن في الفترة الصغيرة ده? ايه وبيشحن عشان كده فيه من ضمن المسألة من ضمن المسألة بيقولك يا حسيب لي في الضايد لان اللحظة الفترة الصغيرة دي اللي بيشحن فيها معموضكم ده مشهور برضي. من 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 ضمن من ضمن المساكل فعلا دي لان الفترة بتاعت الكون دكشن تبقى صغيرة خالص. فترة صغيرة خالص. الفترة الصغيرة دي. والتفريغ دي بتكون دي. فترة للضايد اللي هي بيشحن فيها المكسف تبقى في فترة صغيرة خالص. فبيكون القرنت فيها عالي جدا بحس يكفيه باقي الدورة. تمام? طيب. المهم. اه بعد كده بيبدأ يفرغ يفرغ المكسف. يفرغ. طيب. في الفترة دي كلها للمكسف شغالي فريغ فيها اللي هنا باللون الازرق دي. هل الجهد لعالمكسف اعلى ولا الجهد لعالمصدر? على المكسف. على المكسف. الجهد لعالمكسف ده المصدر بالاكس ده المصدر بيجي بالسالف. فبالتالي دايما نضايض اوف. في الفترة دي كلها. تمام? لحد امتى? لحد ما المصدر يبدأ يخش في الدورة الجديدة. ويبقى بالموجب ويبدأ يزيد. يزيد هيكون وصل مثلا قيمة مين? قيمة اللي جل عندها وصل لحد عندها المكسف. وبالتالي هنا المصدر بيجي رجع تاني اعلى من مين? اعلى من الكاباستر. طيب ويبدأ يشحن مين يشحن كاباستر وبالتالي الجهد اللي على الكاباستر هو هو الجهد اللي هو مين? اللي هو في فورن بتاعة الصين صيدة دي. ويبدأ يزيد تاني تدريجين تدريجين لحد ما وصل قمة معينة دي. ويبدأ المصدر يجل والمكسف يبدأ يفرغ بس برتقى فلاقي يحصل للضاد وتستمر وهكذا. فباللحظة يحصل حتة دي ايه? بيبدأ المصدر. اه المكسف بيشحن وفرغ بيشحن وفرغ. وبيعمل قمت دي يعني بيخليها تقريبا قيمة ايه? مش مش فيها كبير خالص. لا ده فيها صغير خالص اللي هو اللي هي الريبل دي. هي الريبل دي طبعا احنا كل ما يزيد ساعة المكسف في الريبل دي بتجل. طيب ليه? لان لو مكسف ساعة كبيرة فبالتالي في الفترة الكبيرة دي خالص ما جلش للقيمة الكبيرة. مجلش للصف. اه. ما مجلش لو ممكن جل حد مقدار صغير ممكن تلاقيه وصل لحد هنا. وبالتالي الريبل دي هلا جيها صغيرة وهكذا. وبالتالي المكسف ممكن ما بيفرغش مقدار كبير منه. وبالتالي اللي لاجي تقريبا الدلتا اللي فيه بتوبها صغيرة. احنا يهمنا ان الدلتا في اوت توبكات دي. صغيرة. زيرو. زيرو. صح? عشان محتاجين الازرق ده ما يجباش فيه شكل المسلس. ده محتاجين المقدارية مقدار سابق. بس على الاقل دلوقتي احسن من الاول. لأن الاول كان شكل يتغير وبعد كده صيف. اصلا ما فيهش مقدار. نص وبعد كده صيف. فكان تغير كبير جدا. لكن دلوقتي لأ تقريبا هو يشبه ايه يشبه بس في اريبل صغير. طيب. التحليلات اللي هنعملها دلوقتي. عندي هنا في معادلتين. تمام? في معادلة هو والضايد شغال. واللي هي المكسف شغال بيشحن. صح? المعادلة بتاعت شكل هائية. صح? لان هو نفس هو نفس المقدار بتاع المصدر. تمام كده? طيب. ابو هو بيفرغ. علاقة اللي بتاعت المكسف. اللي هو الخيمة بداية بس وبالتالي هو. العلاقات نرسم العلاقتين بتاعتها بتاعت المكسف. في حالة لما يكون نفس مقدار المصدر. نفس بتاعت المصدر. طيب في حالة لما يكون نضايد اوف ده المكسف شغال يفرغ. تمام? جهر العلاقة بتاعت المكسف. اه. اللي هو مين? الخيمة اللي هي مين? اللي هي الهنا. اللي بدأ منها. فاكرين اللي هي عند الزرعية تكفئ زرع سيتا. طب لو عايزين نجيب الخيمة دي بدل ما نحط ايه? نقدر نعوض في مين? في الصين وين? نعوض في الصين عبارة عن في ام صين. انشيل الامجة ونحط مكانها سيتا. لان القيمة الانشيال دي اللي بدأ منها منحنة التفريغ ده كانت عند قيمة كامعة تكفئ زرع سيتا. هي هي نقدر نجيبها من الصين صيدا لانهم مشتركين عند الزرع السيتا برضو. فبالتالي القيمة الانشيال نقدر نقول عليها برضو في ام صين سيتا. طيب. اي اس سالي بتاع تاو ده معادلة المكسف. صح? اي اس بيحصل ان انا ضربت في ام جا فوج و ام جا تحت. فيها ايها مشكلة? خلتها في دلالتها في ام جا تي. طب واحد يقول لي نقص سيتا ليه انا طرحت منها سيتا? احنا فاهمين حتة ضربت في ام جا فوج و ام جا تحت? طبعا العوضت بها مرة واحدة. طيب. ليه انا طرحت سيتا? عشان الفترة اللي كانتها المكسف اللي هي كانت سان سوديا. طرح السيتا دي عشان انا مبدأش من الزاوية صف. انا بدأ من السيتا. طيب. المهم بعد كده هنبدأ ايه? هنبدأ لو عايز نجيب السيتا دي. ازاي نجيب خمسة السيتا? هو السيتا هنا جيبناها بالقانون هتطلع سالب طيب مينس وان اومجا ارسي زائد بار. طيب. لكن جابها من النيان. اه احنا قلنا هنا ان عند السيتا دي ايه اللي بيحصل? قلنا ان المصدر هيبدأ يجل وجهد بتاع المكسف هيجل بس بشكل اه 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 اقل. تمام? لكن هيبقى اعلى من المصدر والضايب دي حصل لريفرس بايوس. لكن عند النقطة دي بالزبط. الريت بتاع المصدر اللي بيجيل بي المصدر مش هو هو الريت اللي بيجيل بنى المكسف. عند النقطة دي بالزبط. عندها هو بعدها بعدها بطيب بيختلف. لكن عندها بالزبط من نقول للريت بيتصوى ايه هذه دي بالزبط. هنمسكوا المستقة دي. اللي هي المعادلة الصين والمعادلة تمين التفريغ بتاعة المكسف. تمام? معادلة الشحن المكسف معال primitive تفريغ. ونستققوهم ونسوي المستقات ببعض تطلع منها العلاقة دي. تمام? يبقى دي سباتها بالطريقة دي. يعني مش مستهلها نكتبها بس عشان الوقت. طيب. بعد كده عاوزين نجيبوا الالفا. ايها هي الزاوية الالفا? شايفين هنا بعد بعد الزاوية اللي ابدأ في المكاسف يشحن. الله ينور عليك. يبقى الالفا دي الزاوية اللي من بعد الزاوية دي اللي هي زاوية الحدة الصغيرة دي. اللي هي من بعد اللي بيبدأ المكاسف يشحن من جديد. تمام? يبدأ يتحول الصين الزاوية ده المعادلة الثامن ثاني. طيب نحسبها ازاي واحد يقول لي عليك نحسبها ازاي طالما تغير Correct? نعوض في في تمام? ونسوي مسلا مين? نسوي ٔ. نعوض بالأمواليا تي بي اتنين باي زاية الفا. تمام? وبالتالي هنمسك مسلا المعادلة دي اللي هي المعادلة ما شيء؟ ونشيل مكانها مين? ونشيل gy٣ يزاية الفا. ده في معادلة ايه في معادلة الشحن اللي هي عشان نجيب النقطة دي. طب مش النقطة دي مشتركة للمعادلتين. وفي معادلة التفريغ مشتركة. نمسك المعادلة التانية برضو بتاعت التفريغ. ونحط مكان ها ونشيل كل الامجة دي ونحط مكانها ايه? اتنين باي زاد الفا. ونسوي المعادلتين في بعض. حد بيسأل? ايه تماما شو. ماشي. ونسوي المعادلتين دولار بعض. يبقى هنمسك. يبقى انا عندي النقطة دي نقطة التقاء للمعادلة الشاحل ومعادلة التفريغ. طب عشان نجيب دللة الفا ونحل المعادلة. عايز اجيب الكرمة لالفا. نجيب المعادلتين ونعود في كل معادلة فيهم باتنين باي زاد الفا ونسويهم وبعض علشان تطلع لمعادلة تتحل يعني بدللة الفا. ونسويهم ونختصر. يعني نمسك المعدل. ماشي اللي انا قل انطلق WA نamasك المعادل باي زاد الفا. احطيل هتطلع لي صين وماشي عارفين نقل الصين الفا ب halo فلت؟ يجي المعدلة دي. المعدلة دي ومعدلة دي هيتحافظوا هم اتنين. دي عشان انجيب منها السيتا ودي عشان نجيب منها ايه? الالفا دي نعملها شفة صد. طيب. بعد كده لا عاوز نجيب معدلة الكارن cult. احنا جيبنا معدلة الفولت. تمام؟ ده الى الفي مكسف. خلي فاتلمك مش في الاوتبت. واحد يقول له طيب اسيبك من مكسف. لا عايز نجيبه معادلة الكارنط بتاعت الاوتبت. نجيبه ازاي? لو انا عندي بتاعي الاوتبت. لها عايزة نجيب معادلة فى الكارنط بتاعت الاوتبوت نعمل ايه? في يعني. الكارت بتاع نعمل ايه? مش هو هو الجهد لعى المكسف هو هو لعى اللي ان هم متواصلين على بعض على التوازل بس فهي هي لو جزمت على الاوت ده ماشي. المتخصة عاد فيها المشكلة ان انا لو عايز نجيب ايه? التيار بتاع المكسف نجيب ازاي معادلاتك? مش الجهد ده هو هو الجهد برضو لعى المكسف? طب بص الله ينور عليك. عندي المعادلة بتاعت انه نستقل معادلة لما يكون ضايد او نستقل لما يكون ضايد اف. تدينا المعادلتين دول. طبعا بيكون طبعا الان بي ومن كام من ستا لحد اتون باي زياد الفة اهى. لحد ما يبدأ من جديد. ليه معادلة التفريق. طبعا من 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 تنين باي زياد الفة لحد مين لحد اتون باي زياد ستا. يعني اللي هي الحدود دي طبعا. تتطبق فوق وتحت يعني في المعادلتين. كده انا ايه للمعادلة المكسب. طيب. بعد كده انا عندي فيه عندي هنا اه? اه عايزين نحسبوا حاجة اسمها اه? في الضايد. طب ليه هنحسب انتوا لسه جالين من شوية واستغربتوا وقلتوا طب كده الضايد مش هيشتغل غير الفترة صغيرة. هيقدر يشحن ده كله. اللي هيستمر معاه باج الدورة. مع عشان يستمر باج الدورة معناها ان في الفترة الصغيرة دي شحن كبير جدا. تمام? تمام. وبتكون البيك. طيب. فهنا بيقول لي ايه? بيقول لي ان احنا لازم نعينه البيك ضايد كارنط. طيب. البيك ضايد كارنط نحسبها ازاي? من الخوالين عادي كرشف كارنط اللي قلنا ان ضايد كارنط بيسوي زا دي الكاباستر كارنط. طبعا. الكاباستر كارنط نقدر نجيبه ريزيستر كارنط نقدر نجيبه ونجمعهم ايه? 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 دينا الضايد كارنط. بس نجيبوهم امتى? ما احنا الكاباستر كارنط والريزيستر كارنط من المنحنيات دي لقدامكم. ده ده المنحنيات اللي انتم شايفينها المنحنة الازرق ده اللي هو على الكاباستر وعلى الريزيستر. امتى تكون اكبر قيمة للكارنط? في الدايرة? مسحوبة من المصدر. بس منسين? لحظة احنا مكسف. عند شاحن المكسف. عند شاحن المكسف. عند عند طبعا افقاني احط على منحنة الشاحن. عند الفيه ماكسمن المكسمن الواب. ايه? مش الماكس. مش الماكس. عند البداية. عند الالفا. طب تعرف ليه طيب يا بس منسين. فليه هنا في البيك ما شيء وبل اه لان احنا لو جلنا لو فاكرين لو معي بطارية. وموصلها مع مكسف. المكسف يشحن البطارية. في بداية الدائرة ايه اللي بيحصل? التغير في الكارنط بيكون ماكسمن. تمام? لان الفولت بزيرو. طيب. في النهاية بعد بعد نهاية طيب لما المكسف يشحن الفولت كله. الكارنط المرر في الدايرك بابكات ديها. لو حطت ملف لو حطت بطارية ومعها مكسف. المكسف يشحن البطارية. لما المكسف وصل خيمة الاتناقل. لو بطارية اتناسر فولت. لو المكسف شحن لحد ما وصل اتناسر فولت. الكارنط اللي مرر في الدائرة بابكات ديها. بزيرو. بزيرو. صح. برضو رياضيا لو هتبصلها انا عندي الكارنط هنا. عبارة عن مشتاقة ايه? مشتاقة الفولت. ودلة الفولت هي عبارة عن ساين ويف. فمشتاقة الصين هتلاقيها في البداية بتكون كبيرة. لكن لما توصل للقمة. ومشتاقة الصين بتلاقيها بكاملة. وعطف ما تلاقيها بصفر. عند ايه? عند التوب بتاعت ايه? البيك بتاعت المنحنة. طيب. فالبيك كارنط يبقى في البداية. لكن لو لو عند المكسوم لا. الكارنط هيبقى ينزل ايه? هيبدا يجيل تدريجين لحد. انا خلاص شحنة المكسوم. هيبدا الكارنط يجيل لحد ما يوصل للصفر. ده هنا اصلا يحصل في مرحلة من المراحل زي ما انتم عارفين. وبالتالي هنا ايه? عند عند ايه? عند بداية اللحزة. هي متل ما بدهوركمش. ما تخدقكمش ان هنا بتقول ان الفولتج لايه. طيب. وبالتالي وبنعوض في الكارنط بتاع مين? الكارنط بتاع الريزستور. ونعوض في الكارنط بتاع الكاباستور عند عند بتساوي مين? بتساوي اتنين باي زائد مين زائد الفا. طيب. زائد الفا. طيب. فهنا الاي سي اهو هنعوض في اه عند في المعادلة دي. اللي هي من اتنين باي زائد الفا لحد اتنين باي زائد سيتا في المعادلة دي. ونشيل اميجا تي ونحط مكانها هيا تنين باي زاد الفة. تدينينا بكان? وامل جان Portugal. طيب. by Zoestor برضو جولنا معادلة هي معادلة مين نفس? طيب في ال في صين نشيل مين بس نقسمها على مين على لار? فيها زي ما هي صين بس جسمت على ار. دي معادلة الكهنت بتاعتها. طيب. نشيل بس الامل جامعين نحط مكانها بتاعة طيب. نجمحهم على بعض يديني بتاعت مين? بتاعة الضيض. المصحوبة ايه? المصحوبة من الضيض? او هي هي المصحوبة ايه? من المصدر. طيب. دي البيك يعني اقصى قيمة بس لها لكن هل معها هي اعتقف عن دول حتى دي? لا. هو بيديني الفترة طول طول الفترة الشاحن دي بس. طيب. ماشي. بعد كده في شوية معدلات تانية ازاي نحسب الريبل? البيك تو بيك. عشان نحسبوها. لو حسبنا وحسبنا تقدر حد يقدر يقول لدي لتا في او طباب كدير? سبطر حم على طول. يبقى اللي هو نقص المشكلة معنا دلوكت ان احنا عايزين نحسب. حد يقول لزاي نقدر نحسب هنا من معدلات بتاعتنا. سهل على طول. اللي بتاع النقطة دي نقدر نحسبوه من ايها معادلة من المعادلة دي. مسلا. بتاعة معدلة الشاحن. نشيل ونحط مكانها تنين باي زياد الفا. صح ولا? نعود لان هي البداية الشاحن المينموم عند مين? عند بداية الشاحن. اللي هي تنين باي زياد الف. وبالتالة عود مباشر. طرح. يبقى يبقى مين? يبقى حط لتين ونحطца تنين زاد الف. وبالتالي دلتها عباره عن طبع تحريبا هي بس تا بس تحريبا مين? تمام? نقص مين? نقص صين اه?ärيها مش تقريبا هي هي اقصى قيمة اصلا هي مين? هي البيك اصلا بتاعة الصين. طيب النقص المنيمم سايين اتنين باي زاد الف. عنتطلع مين؟ في واحد نقص صين الف. ديا الريبل اللي عايز نحسبها يعني ايه بالمعادلات بالزبط? تمام? طيب. في طريقة تانية تقريبية للريبل. جالك لو انا عايز نحسب الريبل بس بطريقة تقريبية. نحسبها ازاي? جالك ان انا عندي ايه? جالك لو الام جاء رسيه لو اعتبرته كبير جدا. تمام? نقدر نقول ان السيتا دي تقريبا بتسعين. تمام? يعني هو بدأ التفريغ اصل مكسف من عندي التسعين. ونقدر نقول ان الالفة تقريبا وصلت لحد مين لحد بايع Rather. يعني بمعنى صح لو الام لو كبير جدا التفريغ ده ما كانش جل الحتا دي كان جعد لحد البيك مجلسة. وبالتالي كانت الالفة تزاد معي لحد ما توصل تسعين معلنا. هتفرج فيها التقريبات دي. التقريبات دي هتفرج ان انا في معدلة الشاحن والتفريغ هنا انشيل كل سيتا ونحط مكانهاcen باي على اتنين. كل سيتا ونحط مكانها美 에 والالفة بنحط مكانها ايه? باي على اتنين. في معدلة مين? في معادلة التفريغ بتاعته بتاعت المكسف. طيب. فهنيجي هنا في 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 سيتا. نشيل سيتا نحط مكانها باية على الاتنين. تبقى سين تسعين بواحد. ونشيل الامي كاتين نحط مكانها مين? آآ باية على اتنين باي زياد الفا. طيب حيص الالفا كان? الالفا عبارة عن تسعين. طيب. فمنعوض تطلع بقى معي في ايه. ده ايه? ده معادلة ايه? ده دي اللي هي ايه قلنا القيمة المنمم. طيب اللي هي النقطة دي. طيب ماشي. بس بالطريقة التقريبية. طب ده نحاولوه بالتيلور سيريس او مفكوك مفكوك تيلور. تمام? اللي هي ايها سلسل. طيب. او ايها دالة. فالفي ام في ام ارسي نقدر نفكها. هتتفكوا عبارة عن واحد نقص اتنين باي على ام ارسي. طيب. لو عايزين جيبوا الريبل عبارة عن برضو. الماكسيمم نقص المنمم. المنمم دي هي ايه? اللي هي التقريبية. طبعا لما نفكها هتبقى مسلا في ام في واحد نقص اي قس سلسل باتنين باي على امجرسي. ده هنفكو بمين بايها مفكوك من السيريز ده سواء تيلور او مكلول. هيدينا واحد نقص اتنين باي على امجرسي. طيب طبعا تقريبية يعني. نعوض مكان الاي قس اتنين باي على امجرسي بالتقريب ده. هتطلع معي بكام? الواحد هيطلاشا مع الواحد اتوبة اتنين باقي على قمجة ارسي في في ام من برا. طيب هتطلع في ام على اف ارسي. يبقى عندك طريقين لحساب الريبيب. الطريقة ان انت في ام في واحد نقص صين الفا. وطريقة تقريبية في ام على اف ارسي. تمام? طيب اللحظ هنا ان الريبيب بتتوقف على مين هنا من المعادلة دي? دلتا في اوت. لو عايز نجال الريبيب لنعمل ايه? من المعادلة دي ها? اما تزود الفريقونسي? او السي اللي هي الطايم كونسطن. تمام? وبالتالي. عشان كده كل ما نزود الساعة تلاجي في في بتكون الساعة بتكون كبير جدا. تمام? في دوار والحاجات دي. ليه عشان او بيشتغل على بيزود الفريقونسي عشان ايه? يدين ايه? يحصل حتة يجلل دي خالص. طيب. احنا في المسائلنا هنشتغل مين? هتلاجي في الصلاة ده اللي معان الملك بالاحمر ده هو ايه? هو القوانين اللي هنشتغل اللي هنحلبها في المسائل. في عندي اللي هي دلتا في اوت. تمام? لها صغة تقريبية ولها صغة لها صغة حقيقية ولها صغة ايه? تقريبية. طيب. عندي لها ايه? لها معادلة برضو. وعندي ايه? عندي برضو لها معادلة دي الصغة دي هتتحافظ الصغة انها ايه? تمام? وعندي صغة المعادلة والاوتبت والااة والكران. تمام? برضو ايه? معادلة تين سبتين. وعندي ايه تاني? المعادلة ازاي نحسب السيتا والمعادلة ازاي نحسب مين? نحسب الالفا. طبعا السيتا هات. السلب تاني من النصوان. طب والالفا المعادلة دي هي اللي بتتحال دايما في المسائلة بتاعتنا. طيب. تعالوا كده ناخد ايه? ناخدوا مساء. تعالى. فهناخد هنا مثال ظاهر قدامكم المسألة كده? ايوة. طيب. ماشي بيقول لي بيقول لي هاز مية وعشرين المصدر اللي عازل بيك نضر مية وعشرين طبعا بجازر اتنين. بيقول التردد ستين هرتز والريزوس صارب كام? بخمسمائة اوب. والكباس صارب مية ايه? بمية مايكرو ايه بمية مايكرو فارات. جل لحد ده اول حد. ده خلاص. مع اه اه الكوشن دي خلاص. بس انت تقدر تشتقها بس معلنت. طيب. رقم بيه جال لك تمام خلاص عندي اللي هي دلتا في اوت. قلنا في عندي صغطيان. في الصيغة الحقيقية وفي الصيغة التقريبية. طبعا عشان تجيب الصيغة الحقيقية بتعتمد على الالفا. بالتالي محتاجة تحل. الصيغة التقريبية اللي هي واحد على مية? واحد على اتنين باي اف ار سي. اه جصدا على اتنين باي اف ار سي. دي اسهل. دي ممكن تحفظها وما تحلش في الامتحان. لو انت مفتكرتش تديب الالفا معدلات الالفا. دي لك انت يعني. طيب. المهام. وبعد خيض عايز. طب ويبقى معدلات دي اللي اسبتناها بقى. ومين. عادي يعني نشيل العكس نديب ونحطها بواحد بالمية ونشوف تطلع بكبية. معلنة. يبقى رقم ايه اول حاجة? عاوزين مين? المعادلة بتاعتها هي بس محتاج نديبه والسيتا والحاجات دي. عشان نديب السيتا نعوض في المعادلة على طول. سلب تاني من الصون زائد البال. تمام? ونعوضها تطلع معي السيتا بواحد بين اتنين وستين مية ارادية. طيب. اه بعد كده عاوزين مين? عاوزين الالفا. الالفا برضه نحل المعادلة بتاعتي. اللي هي مين? اللي هي اللي قلناها الفا ناخص اه ساين في ايه komplett دي. هننحلها ونعوض مباشرة بتنطلع مين? بتطلع الالفا بين تمانية اربعة تلاتة فار Rin. تمام? وتمانية تلاتة واربعين هي. تلاتة واربعينimate Societal هي مين? اللي هي تان مينمس وا Shh. والالفا اللي هي بتيتحل منه الالفا صين بالاحة اه اتنين زائد الفا ناخص سيط على مجاردسي ناخص ناخص سين الفا تساوة صف. دي الصغل ايه? اللي هي اللي هتتحافظ. طيب. فكل هيا تعوض بالمباشرة عشان نجيبه ايه? عشان نجيبه الالفا. طيب بعد ما جيبت الالفا كده خلاص اه نقدر ايه نعوض بهم مباشرة. على طول نعوض في المعدات اللي بتاعتها بالالفا والسيتا. هيطلع معاي نجيبها بدلالة الاميجا تين. بعد كده جلنا القانون في ام في واحد نقصة الفا. طالما انا جيبت الالفا نقدر نعوض بمباشرة نطلعت بتاعتها اربعين فولت. طب هل انت دلوقتي في الامتحان انا ما افتكرتش القانون ده ومعارفش نجيب الالفا هنحلي الفا والسيتا. ممكن نعمليها. دي الصغة تقريبية. طيب. هي دي احسن لو انا لو انا ما افتكرتش دي ما عارفش نجيب الالفا معارفش نجيب الالفا في الامتحان. طيب مازي. المهم بعد كده عاوض برضو نعوض في بتاعتها بالالفا والسيتا ما فيش مشاكل. بعد كده برضو معادلة بتاعت المباشرة الذي هي المال البيكضاد يومية ح أنعوض فيها بالالفا طيب بعد كده عايز نحسب هي بيقول اللي عايز حسب مين ديلتا في وحد في المية وين الخانون بتاع عندي بتساوي مية التنقي باللي用ه بالبصبوع على طيب خلاص يعطي العكس يوبى الها في الله و بعود ما كان هو جلب واحد في المية ونعوض بواحد في المية من تروح مع ال اتطلع معي بكام? اه واحد على تلتمية آآ تلات تلاف تلتمية تلاتة وتلاتين مايكرو فراد. على تلاتة وتلاتة من عشرة ملي ايه? ملي فراد. تمام? المسألة فيها ايها مشاكل? ان شاء الله ما فيهاش بازن الله. تمام. كلها ايها كلها تعاوضات مباشرة. بس انت انت تخلي بالك اللي هي الصغة الدقربية. احنا كل هو المهم من احنا احنا وصغلين يعني مسلا لو انا اطلقت طلبت منكم دايرة وقدت لكم اعززكم تأمين للدارة بحيث ما تتعدىش الواحد في المية مسلا. او خمسة في المية عايزك تعملها بالسيميولاشن. هتعملها ليه تستغل بالقانون المسالية? خليك شغال مسلا على القانونية على القانون التقريبي ده مسلا. تمام? تريح على نفسي.